قلت له يا مولانا أنه يجب علينا أن نحسن عرض بضاعتنا و بضاعتنا في الحالة دي هي البضاعة الأجمل عقيدتنا يعني نعمل إيه؟ شوف القرآن الكريم رسم المنهج و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله مش دعا إلى جماعة أو فرقة أو مذهب أو طائفة أو دنيا أبدا و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحا يبقى العمل و الفعل يطابق القول حلو و قال إنني من المسلمين نصلت في الصلب لما تأتي بقى لصورة النحل فيها المنهج شامل ادعو إلى سبيل ربك برضو هنا لله بالحكمة شوف قدم الحكمة الأول على الموعزة و قيد الموعزة بالحسنة و جادلهم بالتي أحسن لو أتيت بأعظم سمينار أكاديمي في العالم دي أخلاقيات البحث العلمي أخلاقيات الدعوة الراشدة إن أنت تدعو بالحكمة الحكمة هنا شوف والذكر الأربون قال و من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا و بعدين الموعزة مش أي موعزة يعني في ناس شوف الرسول بيحذر إن منكم لا منفرين قال له وعدة توعد الناس بالنار و العذاب و العقاب و النكال و القتل لا الإسلام لا يعترب هذه الأمور إطلاقا لكن الموعزة تكون موعزة حسنة وبعدين حتى لو دخلت في إجدال يعني مثلا أمرنا بيعلمنا حتى لما نعمل حوار مع أهل الكتاب قالوا لو توجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن يعني لا تسفهوا صحيح لا تعتدي عليه لا 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 يعني كلها محذير حتى نبتعد عن المزالك بهذه القيم بالموعزة الحسنة بالحكمة بالمجادلة بالتي أحسن تكون جودة عرض الدين النقي الصفي إنما إذا حضرتك حصل النقيد مثل الآن قذائف التكفير والتشريك والتبديع والتفسق والتجهيل وبعدين ننصرف عن كما تفضلت عن الأمور الكبيرة لأن العقول الكبيرة تشغل بالأمور الكبيرة طبعا والعقول الصغيرة تشغل بالأمور الصغيرة طب مش هو ربنا سبحانه وتعالى أيضا أوصانا بنبد الفضازة والغلظة طبعا ولو كنت فضا غليظة القلب لن فضه من حولك بلا شك وأسلوب التهديد والوعيد أسلوب البائس الفاشل والإسلام يتبرأ من هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه هو يرينا نور يرزخنا نور العلم وبصيرة الفهم اللهم أمين